أهلا بك كابتن فاروق جعفر لو كنتم مدرب منتخب مصر الآن كنت هتختار مين مش موجود في المنتخب دلوقتي يعني أنا بعد عودة ياسر إبراهيم وكنت أتمنى يكون موجود لعبد الله آسف حسين الشحاد حسين الشحاد ومين تستبعده من المنتخب الآن ياسر بعد بتبقى وجهة نظر مدرب يعني احتاجاته إيه اللي يبقى إيه كده هو بيبقى صحيح يعني أنا مش متائع بس أربع حراس مرمى كتير إن فيهم اتنين ممكن ما يكونوش يعني أو إن شاء الله محمد الشنوي يرجع لكن أحمد الشنوي أنا شايف إن الكلام كله إنه حيقض فترة أكتر فأتمنى إنه عندنا حراس مرمى إن كان عواد وكان ممكن يبقى رابع لكن في حراسة المرمى ما فياش مجاسفة ما فياش حاجة اسم أن أنا أجيب حارس مرمى وأنا حاسس إنه ممكن ما يلعبش طب ليه طب أنا شيء الهم ليه وأعمل ضغط على نفسي وأعمل عدم ثقة للعيب طب أنا أشوف العيب جاهز وأخده أيه هو ده المضمون بتاع المنتخب لكن تشكيل المنتخب الزروف دي باللعبية المحترفين مناسبة طوقعتك إيه لأداء المنتخب الفترة اللي جاية لازم أن نبقى عندنا الدوافع المعنوية والنفسية وأن إحنا عندنا إرادة النصر تباية صاحبة القرار في المبرايات طول ما أنت بتبحث على شيء فحتى هتوصلينه أيه فدايما نبحث عن النصر ما نفكرش نقول إحنا عايزين نطلع الأول في المجموعة أو التانية في المجموعة إحنا عندنا أحسن لعيبة وعندنا أحسن لعيبة في العالم أيه هو حيدينا الدعم ودينا الثقة لأن إحنا كمشاهدين إن إحنا نقدر نتكلم وإحنا قلبنا مستريح أنا محمد صلاح مر بظروف أصعب 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 مئة مرة من البطولات دي فإن شاء الله ربنا وفقه ووافق الأجلزة الفنية واللعيبة كلها فترة اللي جاية ويقدم لنا أحسن شيء يعني يبقى منتج جيد لكرة المصرية في الفترة اللي جاية إن شاء الله رأيك في فيتوريا أي أنا وجهت نظري يعني البطولة الأفريقية هي اللي هتختبره مش إحنا اللي هتختبره قبل البطولة الأفريقية لا البطولة الأفريقية هي اللي هتختبره إحنا نتكلم كلنا نتكلم الكلام اللي إحنا عايزينه ونس بتحبه نس متحبوش ونس بتشجعه لكن النهاية في الحوار كروش وصلنا كاس العالم لكن الناس غضبنا من مشو فأنا بقول البطولة الإفريقية هي اللي هتحدد أفكاره كيمته الفنية وعلاقته باللعيبة إن اللعيبة فيه لعبية بتضحي عشان مدرب فإحنا ننتظر البطولة الإفريقية إن شاء الله تبقى بالنجاح توقعاتك نحق البطولة المرة التامة؟ سهل دلوقتي إحنا عندنا لعيبة كويسين وعندنا عندنا مجموعة محترفين يمكن أحسن مجموعة محترفين في تاريخ الكرة المصرية حسن شاحتك المعامة مجموعة محترفين كويس جدا بس مش بالعدد ده يعني كان معاب بتاع ثلاثة أربعة خمسة لكن دلوقتي إنت عندك أكتر من عشان لعيبة محترفين فأنت فرصة واللعيبة بتلعب في أندية كبيرة وفي بلاك كبيرة في الكرة متعاودين لعبوا خارج الملعب متعاودين لعبوا على جماهير مش عارفين اللغة اللي هم بيكلموا بيها وجماهير بتبقى كتير يتعاودوا على كده هم بيتضربوا وما بيعملوا عدد النفس قبل المبرأة وتحضير المبرأة ما عندوش هدف غير هدف واحد ورايح له المكسب فلو احنا وصلنا الشعور ده أو اللحظة دي بتاعت المكسب للعيبة اللعيبة حتى تقدي إن شاء الله بشكل كويس وحنكسب إن شاء الله إن شاء الله